اللي بتتخور هتتعور وساعات يكون الثمن غالي لكن العلم الحديث بيوفر إلى حد ما فرص لأولئك الذين يصابون إصابات كبيرة البي أربي هذا العالم المثير مع ضيفي العزيز الحقيقة اليوم لقاء مهم جدا مع قمة علمية كبيرة واسم كبير وأنا بعتقد أن هذه واحدة من لقاءات القرن الواحد وعشرين يعني إيه لقاءات القرن الواحد وعشرين؟ يعني العلم الحجيث جدا في عالم العناية بالعمود الفقري وبالعضلات ضيف العزيز الاسم الكبير لسيس دكتور عامل عامل في قوانين في الجسم ما نقدرش نبدلها ولا نغير قلم فضائري ده نزل لقضروفي ونزل لقضروفي يعني أعمل اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنه هدفع ثمنها غالية 15 سنة بأخد علاج مش بتاعي دمروني بجد إزاي إحنا نكسر القانون ده ونوصلك لمرحلة البناء والتصريح البي أر بي عزل عالم المثير لا فيه أولويات وأنا ما بفكر العين بفكره في الأولويات دي أني بشهر هاخفه وهرجع لطبيعة شو عمري ما كنت أتخيل كده؟ الأستاذ الدكتور أيمن عنب أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فيسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا زميلة جامعية العالمية لجراحات مناظر العمود الفقري فرنسا ضيف العزيز الاسم الكبير أستاذ الدكتور أيمن هارب أهلا بيك دكتور أيمن أهلا بيك دكتور وحشني والله وانت كمان الحقيقة النهاردة عنواننا البي أر بي يصلح ما لا يمكن إصلاحه صح كده؟ صح وأنا دايما أنا بقى بقول الاسم التاني للحلقة النهاردة حلقة القرن الواحد وآشرين العلاج للقرن القادر القرن الحالي والمستقبل لكن عايزة بدأي الأول إراك في اللي احنا شوفنا دلو أه طبعا الإنسان بنيته ضعيفة زي ما عارك كنت قلت قبل كده في حلقة قبل كده إحنا ما عندناش حاجة تحمينا من بره إحنا شوية لحم عضلات سهل الكسر مفاصل كتير أو بتتحرك سهل تتمزق فأي إصابة بتنتج عنها كارثة المحترفين وغيرهم يعني برضو من أسوأ ريضات اللي زحلاء على التالج الاسكينج ده ده ليه مشاكل وكسر عمود فقري هقول الأسف اللي بتكسر أو بيبوز في العمود الفقري أو في الجهاز العصبي ما بيرجعش داني الغد الوقت اللي ممكن قدام الدنيا تختلف إنما كل واحد يتجنب المشاكل هم محترفين فده وظيفته الرئيسية فقدامها عواقب وساعة بتحصل وساعة تأفي نسبة مخاطرة عالية فمش كل الناس كده إنما اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنها تفعت منها غالية اللي بلعبه بالبتاعات الكور الكبيرة دي الساعة التهور يعني بيخليك تقعد تطع عمرك تتعالج بمشكلة أنت كنت تفغن عنها بسبب رياضة بسبب يزار مع واحد أنا جالي مرة عيان بيقول لي أنا سواء تاكسي بهدلني ضرب فرمالة فجأة ومنخبطش في حاجة بس طلعوا قدام فجأة رقبت وتمزقت وعايش بقى له سنة بيتعالج بينهم بس عشان فرمالة تاكسي يعني فأنت عندك مشكلة إن سهلة تتصد فخلي بالك ده هيجورين للسؤال الأول الالتهاب كلمة رخمة وصعبة بس أنا أول مرة النهاردة وإحنا بنجهز للحلقة أعرف إن فيه أنواع التهابية وأنواع ألم في العضلات والفقرات والمفاصل فيه أنواع للتهاب والالالام؟ ما هو الألام بتصاحب الالتهابات دائما إنما إحنا فيه عندنا نوعين من الالتهاب فيه التهاب ممكن يشفيك وفيه التهاب ممكن يموتك يعني إنت دلوقتي عندك العربية لما بتيجي تدورها لو البطارية كويسة مرة واحدة بتدور المطور بيشتغل بتمشي صح؟ لو البطارية ما بتديش فولت المناسب بتوعب تدور كذا مرة لما تستهلك طاقة البطارية الالتهاب المزمن ده التهاب بيدي مقدار معين من الالتهاب الجسم مش قادر يصلح معاه المشكلة فبيقعد يستنفذ طاقة الجسم لفترة طويلة فبيدخل العيان في مشاكل تانية فده التهاب ممكن يموتك الالتهاب الحد ده التهاب بيوصلك لمستوى التصليح المناسب اللي بتخفي معاك فعشان كده المرضى المزمنين بيقولك انا بقى لي عشر سنين بلفة عند كترة وما قصرتش هو معا حق بس هو الجسم ما تصلحش ما تصلحش ليه؟ عشان ما وصلش للمستوى المعين ان نبدأ مع التصليح طبعا حضركي عارف الاكشن بوتنشل وقول ارنان لو في قوانين في الجسم احنا ملزمين بيها ما نقدارش نبدلها ولا نغيرها القوانين دي اذا وصل الالتهاب لمستوى الحد تبدأ الخلايا تخش تبدأ عملية البناء تحصل لو ما حصلتش هتعيش بيه طول عمرك ودي حقيقة سبتة الخسونة وقلام العضلات اذا طولت عن كذا شهر ثلاث لستة شهور يبقى انت معرض تعيش بيها طول عمرك ازاي احنا نقصر القانون ده ونحاول نمشي عكس الطبيعة ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح بحقن الصفاحة الدموية والبلازمة اللي اسمها الPRB هنيتكلم عنها بالتفصيل هل بقى هل الحكاية دي يعني بتجيب نتائج ولا لأ هل في ناس كتير بستعملها ولا لأ احنا عندنا قانون كوني ان الحاجة المفيدة بتفضل والحاجة اللي مش مفيدة بتختفي صح يعني انت اكيد سمعت عن كذا صحيحة في الطب طلعت واختفت او كملت وكبرت وانتشرت لان يعني فيه اية هنبدأ بيها بس فاما الزبت فيذهب جفاءا واما ما ينفع الناس فيمكس في الارض فدي قانون كوني موجود في خلال السنتين اللي فاتوا انا سبحان الله لقيت كمية ناس بتشتغل بالPRB ده كثرة وجامعات دخلته ومستشفات تبع مراكز كبيرة منها الجيش دخلته وبدأت تحقن بيه وبدأت النتاج تبقى هايلة بيجي لي ناس من الاقاليم والمحافظات في مصر مختلفة بيقولوا احنا حقنا وتحسننا او كذا دكتور بدأ يحقن الانتشار زاد ده دليل على النجاح الحمدلله وإحنا عندنا كمية عينين كتير جدا محتاجين تصليح مش تسكين الأثار الجانبية للمسكنات عنيفة ما عندناش بدائل للأسف فهو إصلاح ما لا يمكن إصلاحه بدونه دي حقيقة ما فيش تغيير في ميجا ستار وناس رأس ملهم في جسمهم اتعالجوا بالPRB جارس بيل نادال النجوم الرياضيين يعني جارس بيل ده نموذج ليه العلاج بالPRB فيه إصاباته كان ممكن تطول فترات طويلة جدا طبعا وإصارها بالPRB صحيح زي محارك بتقول برضو الإصابة في أولها الجسم بيبقى لسه مستعد إنه تصلح الإصابة بعد فترة طويلة بتبقى مزمنة بتتكون كذا بقرة ألم ما بتبقاش واحدة بس ودي برضو فكرة العيان بالعملية اللي عنده غضروف اللي بقاله خمس سنين عنده غضروف زي اللي بقاله ستة شهور لأ طبعا اللي بقاله ستة شهور ده حيشيله غضروف حيخفها اللي بقاله خمس سنين ده حيشيله غضروف حيخف في 30% مين أشهر أماكن الألم أشهر أماكن الألم هي أماكن المفصلات هي مناطق الحركة إيه أشهر مناطق الحركة عندنا الرقبة زي دي كده ده مفصل فك طبعا من العشمال وده من أسوأ مناطق الصداع عند المرضى ومفتكر دايما أنه عنده العصف الخامس ويطلع مفصل الفك الرقبة مشكلتها كمان أنها بتعمل دوخة وبتعمل إحساس الترجيع والصداع المستمر دي منطقة مفصلة أنت دايما قاعد على الموبايل برقابتك قاعد موطي وانت بتكتب على المكتب فدي منطقة مهمة جدا في الحركة نص الظهر وآخر الظهر لأن دي الثلاث مناطق اللي فيهم حركة طبعا الرقبة وآخر الظهر هما نمرة واحد لأن نص الظهر ده فيه فقرات الصدرية فإلى حد ما محجمة الحركة شوي فما بتتصابش كتير قوي إنما آخر الظهر دي هي اللي بتنقل وزنك على رجلك فدي دايما مفاصل الحوض اللي بتلقبط مع الدسك وآلام أسفل الظهر اللي بيقوم من نوم ظهره مش عارف تحرك منه وساعات ممكن يععد يومين ثلاثة في السريل مش عارف تحرك بسبب نبات القلم اللي بتروحه وبتيجي مع الشتاء مع تغيير المواسم مع الشغل التقيل فكل دي أماكن كتيرة جدا طبعا الكتف كل ما بتشيل حاجة بإيدك تقيلة كتفك بيتمزق عضلات كتفك من وراء تفتكرها إنها الفقرات دي برضو من أشهر الأماكن بذات في السيدات مناطق التندو أكيليس اللي هي بيسموها العرقوب وطر الرجل فدي وطر العضلة كعب عالي كعب عالي بالزبط وممكن كعب دعم المشاكل جامعة مفصل الصبع للصام اللي هو الإبهام ده من أكتر أماكن الألم وطبعا عضلة السمانة اللي هي طبعا اللي بيتمشيك فدي عليها لود عالي جدا فدي من أشهر أماكن الألم دول طيب هنا في سؤال مهم جدا هو سؤال واعتقاد في نفس الوقت المريض العربي والعالمي طالما الألم طول عنده وزاد لفترات طويلة بقاله سنين يعني هو نفسه بيبقى معتقد وبيجي لك بالجملة دي أنا بقالي سنين متألم ومتعايش مع الألم ده وبقى جزء من حياتي وعندي إحساس جوه إنه عمره ما يروح هل الكلام ده علميا صح والله لسه عندي مريضة ستة جميلة سيدة فاضلة فوق الستين بيجي لها ألم في ظهرها جامد جدا بقعدها عشر ايام في البيت مبحرقش قالتلي أنا ما عنديش للأسف رفايات العجز أنا ما قدرش يقعد في السرير عندي واجبات كتير بقوم بيا وأنا كنت معتقد أن حيجي ليوم في الأيام أنه ظهر عيخف إزاي أنا مش عارف ستة دي الحمد لله خفت خفت تماما تشوفي هات مية في المية وكل ما شوفها بتقعد تدعي لي ستة جميلة جدا هيتعتمد على إرادة المريض المريض اللي عنده إرادة بيدور على حل وحيوصل له ويمكن إحنا لو تكلمنا على أنواع المرضى فمريض طبعا عنده طاقة سلبية كتير وده دايما ماشي محبط وعنده دايما تراكمات نفسية فدايما بيقول إن عمري ما حيخفه عايش كده وفي مريض دايما عنده طاقة إبجابية بدور على علاج مختلف ودايما حيلاقي حل وبيتعاون ده مريض هايل أنا هقف عندي حتة مهمة جدا والحياء أنت ديك يعني زي ما بيقوله الفضل الكبير في توضيح هذا الأمر بالنسبة للمجتمع الطبي لأنه الحكاية دي كانت عاملة مشكلة كبيرة الأشعة العيان بيروح الإنسان بيروح يعمل الأشعة تبقى للأشعة أنت محتاج واو عمليا أنت كارثة أنت زي ماشي على رجلك الأشعة بتوريك أنا بشوف ناس صحابي كده جي بالأشعات تيجي تشوف الأشعة مخيفة ورجل ماشي وبيلعب حرك عادي معك حالي مشكلة خلص فهنا نقف شوية قد بالحكاية دي هل نحن في المجتمع الطبي نعالج أشعة أم نعالج أعراض وكيف نميز بين الاتنين الحيطة دي قضية مهمة آه جدا لأ إحنا طبعا إحنا بيعالج مريض بالأعراض أنا يعني ساعات بيجي لي عيانين كتير وبنقعد أول حاجة بقول له شكويتك إيه أتشوف الأشعات أبدأ أتخض وأقول له غالبا دي عملية أكشف عليه أو لأ إنسان لأنا قلته خالص تيملكش عملية وإحد يقول لك عملية تسيبه وتمشي على طول ليه بقى لأن إحنا الأشعة إنها ديسك أو غضروف أو مش غضروف الغضروف ده مش مؤذم السرطان يعني يعني أخره بيبقى جنب العصب لو العصب ملدائق منه هيعمل أعراض لو مش ملدائق هيسيبه زي ما هو كان لسه عندي مريضة من يومين نفس الموضوع شفت أشعاتها عندها زعزعة فقرات من زلال غضروفي بسألها شكوتها إيه بتقول لي ألم في الضهر الصبح بتمشي حضرتك بمشي ثلاث ساعات حضرتك ملكيش عملية وعمرك ما هتعمل عملية وهي فوق الستين سال ألمها حتة تالي وفيه واحد بيبقى عنده الاتنين فأنت بتوزنها هو هيخف بالعملية كم في المية لو هيخف بنسبة كبيرة سبعين ثمانين هنعمل له لو هيخف عشرين ثلاثين مش هنعمل له طب ما نعالج السبعين ثمانين الأول وبعدين نسيب له العشرين ثلاثين يعيش بيهم فطبعا الأشعات هي مشكلة زي محرج بتقول التطور دلوقتي يخلى المريض دايما عايز يشوف كل الدليل اديني دليل وده مريض الدليل بيخش من الأول أنا عندي ايه قولي الدليل وحخف ازاي أو حخف ولا لا ويقولي فحوصات أعمل عرف انه حخف ولا لا وازا خفيت اديني دليل انه أنا خفيت ده مريض الدليل يعني ماشي بالدليل على طول عندي قضية تانية مهمة ادفضل قضية خطيرة يعني وبرضا تريد الفضل في انك أسرتها كان يعتقد ومازال يعتقد فيه أوصات كثيرة جدا لانه اي ألم في الظهري ده انزلق وضروفي خلاص ألم في الظهري ده انزلق وضروفي وانزلق وضروفي يعني عملية والله هي هو تلك حاجات وربعة يعني هو ايه اي ألم في الظهري انزلق وضروفي واي انزلق وضروفي از عملية هذا معتقد ريب جدا حسب معك سؤال على لسان يعني مخرجنا الجميل هاني استاذ هاني عفيفي يعني هيسألك سؤال مهمة تعالوا نشوف هاي عايزة نجيل بسبب نمط حياتنا في السنوات الأخيرة أننا بنقعد فترة طويلة على التابلت لويين رقبتنا أو على اللابتوب حنيين ظهرنا بالكامل والعادات الغلط في المذاكرة على السرير وشيل شنطة المدرسة التقيلة وإحنا صغيرين ومع قلة الرياضة وعدم الاعتماد على المشي انتشرت أوجاع الظهر بشكل غير مسبوك وانتشر معاها مفهوم الانزلاق الغدروفي المريض بيحس بألام متوسطة أو شديدة بتنتشر في أسفل الظهر وفي الساق وفي القدم وبيحس بالخدر والتنميل وضعف العضلات وصعوبة في القيام بالحركة زي الوقوف أو المشي العراض دي كلها ممكن تكون شائعة وبسبب الإرهاق النفسي أو البدني اللي بتفرضه علينا حياة المدنية إزاي بقى نعرف أن ده انزلاق غدروفي ولازم نتوجه للدكتور فورا وإيه هو علاج الانزلاق الغدروفي لأنه في ناس كتير بتفتي وده ممكن يخلي الحالة أسوأ صح معك حق هذا السؤال وهي طيب نبدأ الأول الغدروف بيعمل ألام في الساق وليس في الظهر فأي ألام في الظهر ده مش غدروف اتفقنا دخشونا ممكن يبقى معه خشونا إنما ألام الظهر بس دخشونا حتى لو فيه غدروف في الآشعة على فكرة ملاكش عملية اللي بعده ألام الساق ألام الساق اللي هي ألام عرق الناس لازم أما نرفع رجله ما قدرش رفاه حق 24-30 درجة لازم يمشي يقعد في الطريق من الماشي بعد خمس لعشر دقايق لأ معاه تنميل ويكون غدروف في الآشعة مقنعة لا يعني لازم كذا حاجة مع بعض ساعات ناس بتجي لي أشعتها نورمل وتبص على رجله وتلاقيه برضو نفس الأعراض مش عارف يمشي رجله بتوجعه دي عضلات بقى فهو لازم يبقوا متركبين مع بعض طبعا المريض مش هقدر يوصل لوحده للتشخيص بس أي حد هيقولك عملية لازم تاخد رأي 2-3 كمان ما ينفعش تخش على طول على العمليات الحق نفسك البولحة يسبقك العين طبعا بيسمع البولحة يسبقك ده بينار لا هو ما فيش غدروف بيعمل كده إلا 1% من الحالات لما يكون جاي أصلا على الكرسي بعجل فما فيش القصة دي معظم الناس بتخف يعني أنا عندي ناس في الاستشارة خلاص بيكون اختفى الغدروف أو هو تحسن والرجل بقى كويس وبقول له خلاص قفلنا قصة العملية يعني معظم الناس بتخفى الغدروف ده مش مرعب واللي حيبقى عنده بس الأعراض دي لوحدها اللي هي ألم عرق الناس لو وصلنا العملية حيخفوا بسرعة ودي برضو المرضى اللي بنختارها يعني لو عملت عشر عينين مثلا عمليات حلاقي ثلاثة منهم خفوا كويس جدا وما سمعتش أخبارهم تاني وفكروا غرص في البيت حتى وحلاقي السبعة التانين خمسة منهم حيجوا قلولي ظهرنا واجعنا لسه ما خفناش قوي أعليجهم بقى سواء بالPRP أو بعلاق تاني يتحسنوا برضو ويوصلوا له كويس حيتبقى اتنين بقى قاعدين كده دايما ما بتحسنوش فالعملية نتائجها من زي الناس فاكرة إن أنا هخرج سليم أخرج أرجع لشغلي بسرعة لا في حالات وحالات اختيار المريض ده مهم جدا الإفراط على طول عمليات معظم النتائج بتبقى وحشة بتبوز حياته مدى الحياة يعني واحد أنت دخلته في ألام زيادة وفضل طول عمره وتعالج بيها ما كانش محتاجها أو دخلته في تشخيص غلط وسبت التشخيص الرئيسي زي اللي عندهم تلاف عضلة بيجي لي ناس كتير قوي عندها تلاف عضلة لعمل عملية فيبرومايرجي آه وغضروف صغير جدا وعمل عملية برضو مشكلة برضو للأسف في أطباء الأشعة بيكتب انزلاء غضروفي ثلاثة واربعة واربعة خمسة خمسة أولا وكلهم نتوءات لا تزيد عن واحد ملي ما يسماش غضروف تشوف بقى الأشعة اللي مسلا تقرير جاي من برة حد عاش في أمريكا ولا حاجة يكتب لك جنبها ملوش أي دليل دلالة كلينيكية باللغة البسيطة مش مهم مش مهم حاجة لا تزكر هو ما قدرش يكيره لا تزكر وما قدرش يخدك به إنما هو يقول لك في غضروف إنما مش مهم بس يعني فلازم العين يبقى عارف إيه المهم وإيه اللي مش مهم طبعا إحنا يعني فقدنا الأولويات ما عندناش فرق الأولويات لا في حياتنا ولا في تفكيرنا ولا في شغلنا يعني غضروف صغير زي غضروف كبير ما بتعرفش تمشي زي بتعرف تمشي لا في أولويات وأنا ما بفكر العين بفكره في الأولويات دي إيه اللي حيفيدك أنا حطلعك مع عملية كويس ولا مالوش لازمة أقدر أجنبك قد إيه عملية كم في المية بطرق مختلفة آمنة الPRB يمكن أحسنهم أو هو الوحيد تقريبا يعني الحمد لله أنا معالج ناس كتيرة جدا حنشوف أشعاتها يمكن منهم كانوا يعني لعبة كورة وناس كتيرة رجعوا يشتغلوا تاني ويلعبوا وبعد العملية ما كانش عارف يلعب على فكرة وده كان عنده ظروف ومحتاج الجراح وناس تانية كانت بتمشي خطوطين بتقعد في الطريق الحمد لله تحسنت مع أن أنا جراح يعني أنا أفضل دايما الجراحة أسهل لي بدل لما أخذ مشوار كذا شهر مع المريض في العلاج إنما أنا بفضل مصلحة المريض دايما نمبر وان إذا كان يحتاج إلى زاكة هنأمله إذا كان يحتاج جراحة في حالات هتحتاج جراحة بلا شك لازم نعملها للزبط وده ده العين اللي بيزعل بقى إن هو بييجي مش عايز يعمل عملية وبيفاجأ إن مالوش مخرج إلا العملية لأنه دخل بقى في سقوط مشت الرجل دخل في ضعف العضلات منظر الأشعة دي عنيف جدا بقى له فترة رجله بدأت تخس طب خلاص بقى يعني إحنا نلحق ما يمكن إنقاذه يعني البي أربي البي أربي هل أحسن بكتير من ما بدأنا أحسن بكتير الحمد لله أحكي لي بقى أنا عايز أسمع قصص المرضى يعني وإنه من يمشي كده تشوقتني لعيبة كورة ده مهم يعني لعيبة كورة يعني إنت ما بترجعش واحد يمشي أو راح واحد بقى يرتح ده 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 يعني أنا جالي وبعدين عنده ظروف كبير أنا بقوله أنت بالنسبة لبنائدم طبيعي عمره ما حيشتكي إنما أنت يعني بيزود نفسه جدا في الحمل ده 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 أشعة تلاقي بكورة لأ ده 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 أشعة آه تانية مريضة كان عنده ده يعني شايف الفقرات العنقية على اليمين دي كلها ملخلاخة ده دي كلها زواد عظمية عدم ثبات آآ ألم في الرأبة جامد إلا على الشمال نفس القصة معه غضروف عالي قوي واحد واثنين لسهم الأخضر ده ده نزله غضروفي جنب الحبل الشوكي واحد اثنين قطني ده حبل الشوكي المريض ده كان طبعا مرشح للجراحة ده عنده اثنين وخمسين سنة من أسيط وعنده كان مشكلته المشي ما بعرفش يمشي كما زي ده وعرف في الطريق برضو هو خايف من الجراحة بدأ أنا بالحق الحمد لله هي جلسة واحدة خفى سبعين في المائة بمشي كويس جدا كلام ده من سنة ومن ساعتها الغد دلوقتي زي الفل ده حالة نمرة اثنين ده سيدة من الفايوم عندها اثنين وستين سنة عندها ألام كانت بسبب دي القناة العصبية لو حضرك حتبص على اليمين حتلاقي العلامة الخضرة دي قناة عصبية دايقة العلامة الزهر القناة العصبية واسعة بين الفرق بتهال اه طبعا بالضبط ده نتيجة الخشونة وزواد العظمين من المفاصل فدي كانت عندها ألام عرق النسف في الساق اليومنا تحسنت برضو الحمد لله 90% 90% وسبعين وكده دي أرقام من بق العيان هبقول له دي نفسك رقم يقول لي فالحمد لله جلسة واحدة برضو تحسنت ماكملناش ده غضروف قطني اللي برضو العلامة الخضرة دي خارج ده أربعة خمسة وجايا على هتلاقي حتة على العصب الشمال شايف العصب اللي بيض اليمين اللي هي عليه النوقات الحمرة ده مخرج العصب فحتة غضروف السودا دي جاية قفل عليه ده عنده عرق النسف ألم شديد جدا ألم شديد جدا ده مريض برضو عنده 55 سنة ومشكلته إنه عنده ألام عرق النسف الناحي اليمين وكان مرشح لجراحة والحمد لله تحسن بعد حوالي 3-4 جلسات يعني وصلنا النتائج 70-8% الحقن الموضعي هنا يعني فيه أماكن بقى عضلات بتحتاج لحقن بمباشر فيها صح كده صحيح اه وخصوصا إنه فيه ناس دلوقتي بقى تقدي عندها الشكوة العضلية كبيرة قوي بص داي خصوصاً اللي بيتمررون في الجام الستاتة البيوت البنات عادتهم للغلط تلاقي حتة فرع دي بيتموت اه صحيح وبعدين طبعا تعرف فيه ناس دلوقتي عاملين بقى ولكن اللازق العرف اللازق عارفها الملونة دي الملونة دي والناس مبسوطة يعني الناس ملونة تحت الرياضة اه اه يعني هما بيشوفوا على فاكرة اللازق دي أنا معرفش دورها ايه يعني أنا معتقدش هو هو زي ما قلت حدثت مخدر لا مفيش حاجة طولت حتخف لوحدها يعني عشان بس نبقى واضحين واللازق دي مش تفرق معها أول حاج خلص اه هو بتقلل الألم زي وزي ايه حاجة في الدنيا إنها ما بتعليكش المنبع نفسه احنا اتفقنا الجسم الحالات المزمنة الألم المزمنة بيركنها في الأرشيف ما تطلعش من الأرشيف تاني هتقعد طول عمرك في الأرشيف مش هيتطلعها تاني إلا للتهاب الحاد اللي بيحصل نتيجة المواد التحفيزية اللي بقى الصفاحة الدموية تبدأ تنبه الجسم إن الإصابة لسه حصلة يبدأ يشتغل عليها صلاحة رجحها زي الأول إذا المطور دار ما بيتفشها لما بيخلص بطريقة بسيطة مبسطة بدون ما نخش في تفاصيل الطبية فالفرق بين ده حاجة اسمها regenerative medicine اللي هو الطب التجديدي سواء الPRP هو على رأسهم أو حاجات تانية كان برولو سيرابي البايوبانكتر فيها حاجات تانية كلها بتدور برضو المطور بس ده أحسنهم أحسنهم ليه ناتشرال من دم العيان من نفس الخلايا بتاعته كل واحد على فكرة بياخد سرعته برضو فالسن الكبير بتأخر درجة الخشونة العنيفة نتائجها مش حلوة السن الصغير أحسن الرياضي أحسن اللي عايش في جوه صحي أحسن يعني تقول لي مثلا أحسن شعوب بتعلجها أو نتائج في الشعوب يمكن الدول اللي حوالينا أهل اليمن وليبيا والسعودية عندهم جو حلو ما عندهمش تلاوس طبعتهم البدوية والصحرة دي خليج اسموهم سليم أكلهم متوازن فعنده جزر منع سليم بشتغل بصورة حلوة اللي عايش في منطقة تلاوس عنيفة شامم أكل وشامم ريحة مش كويسة لا شامم جو ملوس بيأكل أكل كماوي في كماوي كل ده بيأفل حاجة اسمها خلايا الجزعية اللي هي مسؤولة عن التصليح هيا فيه سؤال لمخرجنا العبقري أستاذ هلال السويدي بس هتسمعوا على لسان مخرجنا الخارجي أستاذ هاني عفيد تعالوا نشوفوا هاني هيقولي ألم أسفل الظهر الحاد ألم بيظهر يمكن بشكل مفاجئ وأحياناً بيكون ألم حاد وعنيف وبيوصفه المريض بشعور بحرق أو واغز سككين بتختلف شدته من معتادلة لحدة وقابلة للتغيير ألم أسفل الظهر بيحصل بعد القيام بنشاط مجهد أو صدمة معينة وممكن يحصل من غير سبب واضح الدراسات بتقول أن 80% من الناس بيتعرضوا لألم أسفل الظهر ولو لمرة واحدة على الأقل لطول حياتهم فاللي بيرفعوا أوزان تقيلة واللي بيعملوا في يومياتهم حركات إنحنائية خاطئة واللي بيسوقوا الوقت طويل واللي بيستخدموا الدراجات النارية والمدخنين ومتعاطي الكحول والحوامل في الأشهر الأخيرة وحتى اللي بيمروا بفترات توتر عاطفي أو نفسي كل دول معرضين من غير حوادث واضحة للإصابة بألم الظهر الحاد فأي علاج ألم أسفل الظهر الحاد؟ وهل البي أر بي لي دخل في علاجه؟ وإزاي نقي نفسنا منه؟ وإي خطورة إهماله والاعتماد على المسكنات في مواجهته دون الرجوع للطبيب المختص؟ كل المخرجين كل الناس اللي تشتغل في الميديا بيشتكوا من ألم الظهر أسفل الظهر هو السؤال ده جميل كل زملة المزيعين كل مخرجين القناة بيشتكوا والمعدين بيشتكوا من ألم أسفل الظهر يعني ليه؟ عادتهم هم عادين معظم الظهر وتكيفات عالية جدا صحيح هو بيسأل على ألم الحد وحضرك بتكلم على ألم المزمنة فأنا حجاب على السؤال الحد ده ألم الحد ده سيبه وحيخف الوحد يعني بيجي لي واحد بيقول لي الألم لسه حصل من أسبوعين جاي أخذ P.A.P بقول له لأحد غدا خدر وشتها وروح وهتجي لي غالبا كويس وبيجي كويس فالحد ده غالبا وإحنا عايزين نوصله للحد ده هو دي مرحلة التصليح سيبه حيخف الوحده المزمن بقى هو ما عندوش أمل أنه يخف الوحده للأسف فلازم نرجعه للحد بإلحق ال P.R.P ده لو الألم دايقاء يعني إيه معطلة شغله بيغيب عن الشغل كذا مرة في الشهر بدأ يتهدد يعني كان عندي مريض كان عنده ثلاث عضلي المريض ده كان تقريبا حيتفصل من شغله وقاعد كذا سنة في البيت ما بيخرجش حبيقول لي حتى المناسبات ما بروحش عاملها لا عزها ولا الكلام الحمد لله دلوقتي بيدور على شغل تاني برضو ده من ضمن الحاجات المزعجة الحتة دي حتة دي مزعجة جدا جداً دي عضلة اسمها ترابيزيس دي أكتر عضلة بتشيل إيدك طول ما أنت بتشيل في إيدك طول ما دي شغلة تشيل تقيل دي تتمزق تلعب جامد دي تتمزق دي عضلة مزعجة جداً وبتضرب تنميل في الإيد بالكتف تضيعة تضيعة دي برضو بتتحقن الحقن الحقن إحنا بناخد كذا طريقة في الحق بأعماق مختلفة ممكن نوصل للعضلة الداخلية وفي عضلة تحت عضلة وممكن ناخد العصب اللي تحت الجلد وممكن نوصل للمفصل جوه المفصل على حسب الأطولة اللي مشتغل بيها وعلى حسب إحنا عايزين نوصل لإيه في الآخر طبعاً إحنا بنشغل حاجة اسمها ساعة سيجمنتل سيجمنتل يعني منطقة معينة بتتحقن بطريقة معينة بحيث تتفرش وكلهم يوصلوا للتركيز الداخلي للعضلة ليها طبعاً الحق تركيزات معينة علشان ساعات الزيادة في التركيز بيقلب بالعكس وساعات برضو التركيزات القليلة ما بتديش النتاج الكويس فكل واحد ليه المناطق بتاعته بالكمية بتاعته دي طبعاً الأنكل بالأربطة بتاعتها من أسوأ الأماكن كان خنقت العصب برضو من أحسن حاجات اللي بتخفها ما بايتش عامل عمليات تسليق عصب دتوقتي بقالي كذا السنة بسبب كل الناس بتخف بالحق من يعتقد أنه يائس أو لا أمل ده ألم مزمن بالوسني نقوله وإيه طبعاً إن شاء الله فيه أمل بس برضو أنا بقول العياني مش هناخد أمال عنيفة علشان ما نخبطش في السقف كل واحد ليه الأمل بتاعه ويه المقدرة بتاعته يعني اللي عنده 70-80 سنة مزيزي اللي عنده 20-30 سنة اللي جاي في درجة خشونة خمسة مزيزي الواحد واثنين فكله برضو بالنما دايماً فيه أمل إن شاء الله من؟ إذا قدم عليه أي حد يقول له يلا قط عمليات يلا نعمل عمليات لا 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 طبعاً مفيش حاجة اسمها القرار السريع ده قرار السريع ده أبداً وخصوصاً في العمود الفقري ما عندناش طوارئ دي يعني مش عند خلف غيبوبة ولا ورم في المخ لا لازم التأني لازم أديله فرصته إذا استنفس كله فرص أو فيه أعراض مخيفة هقول له وبرضو ما فيه شاء الله بكرة دي يعني أي حد يقول له كده يسيبه ويمشي يخد رأي تاني وتالت وما فيش أسكوله واحد للأسف مش حاجة رأيه فأنت شوف حد تاني يقدر يفيدك بطريقة تانية إذا كان الأمر فعلاً بي أربي وعلم حديث ينبخي أن تفهموه جيداً العلم الحديث في هذا المجال أعتقد أنه فتوحاته تتوبة كبيرة جداً في المستقبل القريب جداً والحاضر طبعاً أنت لوطني وأسعدتني كان حواراً ممتعاً كالعادة ضيف العزيزة الكلمة العلماء الكبيرة السيد دكتور أيمن عينب كان ضيفي في الدكتور البي أربي كيف يعمل؟ هذا ما سنترككم معه ونذهب إلى يعني نكمل الشاي بتاعنا مش كده وليه؟ خلي بالكم منظهركم واوع من البتاع الكبيرة الكورة الكبيرة دي اوع منها خطر جداً 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 خلوه دايما بعد الثور ترجمة نانسي قنقر 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 مفيش حد ما بيشتقيش من هنا الضهر مفيش حد ما عندوش مشاكل في رائب دون كل الناس دهراب يباح خلينا نهاردة نقرب من هذا البرانش من هذه الهالة الجميلة حوالين علاج القلم المريض بيخش بالأشعة دكتوران عندي الرابعة والخمسة لو سمحت علجني منها ودي تعباني جداً بعد ما نشوف المريض ونشوف النانسي قنقر وانه عندو رابعة والخمسة وانه بتدي نكشف عليه وناخد تاريخ المرضي منه نكتشف ان المريض مش الرابعة والخمسة هاي اللي عملا له ألم هو المريض عشان كان عندو واجع اسفل الضهر فقال انا هروح اعمل أشعة ووريها لدكتور فالأشعة بيانت ان فيه غضروف انما ده من سبب الألم فيه مفصلات ما بين كل فقرة وفقرة مفصلات الجار الفقرية وهنلاقي فيه المفصل اللي ما بين عضم العمود الفقري وعضم الحود اللي بنسميه مفصل الحود العجزي هو المفصل ده كانت أساليب بزي ما قلوه حديثة او محدودة التداخل وهي حديثة طبعا لا جاء التكنولوجيا ايه الأساليب محدودة دي بنسميها او بنطلق عليها يعني مرحلة التانية مع او بعد العلاج التحفزي اول حاجة الحقن والتردد الحراري الحقن والتردد الحراري دي تقنية بسيطة التقنية دي بتتم داخل المستشفى تحت جهاز الأشعة وتعقيم كامل خلال نص ساعة المريض بيكون مخلص وبعدها بساعتين بيقدر يروح ويمارس حياته الطبيعية كويس جدا احنا ما عندناش عدم فقط ده في عدم وفيه أخشية وأربطة وعضلات ممكن يكون سبب ألم الظهر من حاجات تانية غير العدم او من غير النساق الهضروفي ده مريض مثبت بشرايح ومصامير بعد عملية احنا جاي بيشتكي بألم بعد العملية الألم ده نتيجة تكون تليفات والتساخات جمدة جدا بعد العملية بنعمل عليه ده حق نوترد حراري لجزور الأعصاب المتليفة ونحن المواد بتدوب التليفات وإحنا بنقول ألم المفاصل هنود نفكر في الرجبة بطل هنفكر أكيد في الرقبة هنفكر أكيد لألم تانية زي ألم العصاب الخامس وألم العصاب السابع زي الهدك زي الصداع النصفي قصص كتيرة جدا تحت منصومة علاج الألم